كلنا منعرف أن التنافس أمر طبيعي حتى هو مطلوب بأدي للسعي إلى الأفضل ولكن يجب أن يكون مبني على احترام الأشخاص من نجوم من فعاليات من ملوك من أمراء احترام المشاهد والمستمع هالفوضى العارمة بإساءة التعامل بين الأشخاص بتقلل من قيمة النجم وبتعطي نوع من السلبية للمشاهد وللمستمع هالأمور اللي عم تحصل اليوم بطل التنافس دخلت بعالم التشهير والإساءة اسمحوا ليقول أن الإساءة بأي إطار سياسياً فنياً علمياً ما بتجوز بالماضي حتى تاريخياً كنا نعرف أنه في خلافات بين المطربين أم كلثوم أسمهان حتى بين الملوك وبين الصلاطنا حسد سعي للوصول للإمة أو لمنصب هيك معين أو للعرش إنما كانت الخلافات كانت مكتومة وكانوا يعتبروا الناس أنه العلاقة بالخلافات المخفية سو كانت ضل فيه احترام لإسمه للشخص خليني أحكيكم عن ثلاث مواضيع بتمنى عليكم تعطوني رأيكم بالتعليقات ثلاث مواضيع كانوا تريند واو خليني بلش بأول موضوع السنة الرياض جمعت كل المشاهير ليلة رأس السنة وسموها تريو نايت كل فقرة بأدية ثلاث نجوم أكيد ما فيش شك إنه بدأ تنظيم بدأ تمارين بدأ خليني أقول منافسة شريفة يعني دقيقة تطلب إتيكات حسن تصرف الأوقات الصعبة بتظهر أخلاق الأشخاص فيديو عن لطيفة وأليسة بالكواليس فاتت لطيفة مأخرة راح قسم فيتو مناعتها بيقولوا ما بعرف راح قسم من اللي لازم لطيفة تغني أخدت قسم من عند أليسة عملت أليسة حركة من اللاية لنجمة عندها الأد شعبية فيديو تاني بيفرج أليسة ولطيفة عم بيغنوا مهم نشوف أليسة بدأ تاخد دور لطيفة 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 ضاعت أخد على خاطر لطيفة نسيت الكلام أليسة مهم مهم يعني صارت أصالة ترطب الأجواء ما بعرف انتوا عطوني تعليقاتكم مش أنا هل هالشي مناسب؟ خليني أحكيكم عن موضوع تاني مناخد اليوم بالأعلام أجمع برينس هاري وزوجته هلأ ما في شك ما في شك بليز إنه برينس هاري ما عم بيطلع من مقتل ولدته ومين منا في يلومه بعدين لاحكاً كمان العائلة المالكة منعته من اختيار الشخص اللي هو حابب يعيش معه جدل آي مددي بالعالم قصة هاري والعائلة المالكة نعمل دوكيمنتوري نعمل بودكاست نعمل انتفيوز نزل كتاب تفاصيل عن خيه ومرت خيه عن بيه ومرت بيه العائلة المالكة جاهلت كلياً تعتبر انه هايدي شؤون عائلية منتناقش فيها بين بعض برايفتلي نعمل احصاءات بيانت قدي نزلت شعبية لبرينس هاري وهون سمحولي اقول ممكن هو على حق انما الرد بمطلق اي جدل هو الانسب بيعطي الحق للي منه عم بيجاوب وبيظلم اللي ممكن ما بعرف يكون هو على حق التشهير بالعلن بخفف من نظرة العالم للشخص اللي عم بيحكي وبيزيد من نظرة العالم للي ما عم بيرد في كم ساعة قدي نحكى عن فنانة شارين وزوجة قدي بقية التراند بالاعلان ناس معا ناس ضدها طلقا لا هي طلقته اخد السيارة لا هي لقله اهلا على التيفي بيحكوا عن الادمان طبعا وهو بيرده بيحكي عن الموضوع يعني رجعوا تزوجوا مختصر من هالموضوع نتبع كواعد الاتيكات انه ما نطلع بالشتائم على العلن نحفظ خط الرجعة يحي رجعت له تزوجوا ومهم ما ننشر غسيلنا لبعضنا البعض على العلن اذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا تعملوا لايك وتعملوا شير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة